أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرؤية الاستراتيجية المصرية لدعم الاقتصاد استندت على إقامة بنية أساسية وتحتية قوية جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن الفرص الإثثمارية ضمن فعاليات اجتماعات مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية بشارم الشيخ حيث شدد رئيس الوزراء على أنه لو لا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على الصمود أمام تدعيات جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الاقتصادية العالمية استطعنا من خلال مشروعات البنية الأساسية أن نخلق خمسة مليون فرصة عمل دخل فيها شبابنا كلهم في هذا الوقت الكلام ده الدولة المصرية أيضا مصاحبا وموازيا مع ذلك تبنت برنامج إصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية منذ نهاية عام 2016 والحمد لله يعني قدرنا من خلاله بنجاح يعني كبير بإشادة كل المؤسسات أن نعبر بالإصلاح بالاقتصاد المصري ونضعه على الطريق الصحيح ويمكن زي ما أنا قلت في كلمتي أمس لو لا هذا الإصلاح الاقتصادي لم تكن هذه الدولة بقادرة على الإطلاق على الصمود في جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر